اليوم موضوعي الفترتين والأربع فترات خلنبلش بالأربع فترات الأربع فترات خلنفترض أن أنا طالبة متدني مستواي أنا ذات متدني مستواي عندي ثلاث فرص أقدر أعوض فيها أما بالفترتين ما عندي ولا فرصة أعوض فيها لأن نسبة الشفوي كبيرة بيد المعلم فبالتالي أنا ما عندي إلا الفاينل توينا هاشتاغ على تويتر ووصل ترند ووصل الموضوع لأنه ودهم يسوون حملة لساحة الإيرادة بس ما صار سيدي رئيس ردوا علي وزارة التربية عبر تويتر بتويت أن هذه مصلحة الطالب وين مصلحة الطالب؟ إذا الطالب ما يقدر يعوض إذا الطالب متدني مستواه عجزت ألقى صراحة مصلحة الطالب يعني إذا لقيتوها أقولوا لي ثاني شغلة ثاني شغلة أنا الحين أقدر أعوض بس غيري ما يقدر يعوض بوجه رسالة من قاعة عبدالله السالم إلى طلاب زملائي ووزير التربية أتمنى إذا تقدمون مقترح تفكرون بكافة المستويات وأتمنى أن هذا يدرس بشكل صحيح لأننا إذا تدنى مستوانا بكمية كبيرة من المناهج ما رح نقدر نعوض ولا رح نقدر ندخل تخصصات إحنا نبيها لأن مستوياتنا رح تنزل فبالتالي أي تخصص بندخل الشباب قاموا ويدخلون العسكرية لأن النسب قبولهم قليلة والبنات رح يفتحون بيزنس السوشيل ميديا يعني صراحة لحد الآن همنا ما لقيت المصلحة بالطالب أنا اليوم أبي أخذ يعني موقع الحكومة وأرد عليك النائبة الفاضلة الأخت زين تكلمتي على موضوع الفترتين كانت أربع فترات أنا بقول لك كوزارة التربية كان هناك عبء كبير على الطالب طول العام الدراسي يخلص الاختبار يديش باختبار ثاني فرأت الوزارة من صالح الطالب أن يرتاح نوعا ما شوي شوي تصير فيه هناك اختبارات تقويمية وقصيرة وهناك أعمال 30 بالأمية وتالي يدخل على الفترة الأولى والفترة الثانية فصير هدوء حق الطالب ما يصير فيه وضع ضغط اختبارات وهذا الخوف والتوتر اللي يصير هذا رد الحكومة لك الأخت الفاضلة اسمح لي رد وضعي طبعا يا فلا بمجس الأمة اللي أنت قلتها هذا قلت لك اللي أكبر منها بالعمر اللي يابون يحلون لنا المشكلة يشوفونها من هذا المنظور بس أنا كوني طالبة لما يكون عندي اختبار تقويمي مثل ما قلت كمية مثلا من صفحة واحد لأمية عشان ابتحان قصير عليه ثلاث درجات بس معقولها فيتش دي ايه والله فيتش دي ايه فيتش دي عشان جي أنا قاعد أقول لك اشلون يعني الطالب بالحال تنقع يحس الضغط بس أنت لما انت درسك كمية مثلا من صفحة واحد لأمية حق شا لك شهادة فيها وتقدر تحوض عليها هنا أنا أقول لك صح أنا هنا ما رح حس الضغط وضغطي هذا يستاهل أن يتعب عليه لأن احتمال ألقى فرصة ثانية لو تدنى مستواي أما الحين أنا لو نفترض أن أنا بشهادة الأولى ما قدرت أي مجموع زين رح يجمعونه ويقسمونه على اثنين ورح تنزل نسبتي بدال لا ترتفع فبالتالي أي سعويضة اللي أنا قاعد أخذه أنا ما قاعد أتكلم عني أنا أنا قاعد أتكلم عن الفئات غيري يعني مثلا أنا أضغط على نفسي أقدر أعود بس احنا كنا طلاب نمر الظروف اجتماعية نفسية أين كانت فأنا ما أقدر ماذا أنا أفكر بفئة معينة هذا هو أنا ما شاء الله أشوفها يعني زين خير مثال الطلبة ومشروع جدا ناجح من مخرجات مشروع